أهلا بحضراتكم مرة تانية في المنتجة النهاردة الأهل بيفوز على الاتحاد السكنداري أربعة واحد في مباراة يعني السيناريو بتاعها كان أسهل بكتير مما توقعه الأهلوية وكان سيناريو صعب ومباراة صعبة جدا أن أنت حتى تتفرج عليها لو أنت من جمهور الاتحاد طبعا الاتحاد ماشي كويس السنة دي كابت الطرق العشري غير شوية من أسلوب لعبه ودفع التمن في بداية الموسم ابتدى يلعب في مطشاط معانا مطشاط مفتوحة كمدرب يحاول أنه هو يبقى عنده تنوع في أسلوب لعبه المخاطرة اللي خدها طرق العشري والريسك اللي خده في بعض المباراة اللي ما كانش بياخده قبل كده كسب تمنه بشكل كويس إنه هو كسب مطشاط في الطبيعي فرق الكابت انطرق عشري ما بتكسبهاش لكن اشتغل بشكل كويس وابتدى يبقى منافس قوي على المربع ولكن النهاردة الأهلي يعني من أول المطش كان باين أن فرقة الأهلي مركزة أكتر مستعدين نفسيا بشكل أفضل للمباراة عندهم خبرات كبيرة طبعا لعبت الأهلي بيعرفوا يشيلوا الضغوط من على نفسهم والأهم من كده إن الأهلي عنده ميزة مهمة جدا قلتها لحضاراتكم بعد مباراة لزمالك الأخيرة إن كولر عنده عمق عمق في الفريق يعني الإنجليز بيقولك depth in the squad يعني فيه اختيارات وفيه النهاردة أريح فلان عشان ألعب كذا والنهاردة فلان بيلعب ستة وتمانية النهاردة ممكن ألعبه ستة عشان ألعب أرجع كذا طب فلان أكرم توفيق أزوقه في نص الملعب عشان أريح كذا عنده الرفاهية بتاعة الفرق اللي بتنافس فاربع خمس بطولات وده النهاردة بان بلس إن الراجل وأنا بقول إن الفماتشن النهاردة يبين لك إن كولر استفاد من أخطاقه السابقة واستفاد من أخطاق جميز تاني الروتيشن ألف به ألف به وأنا بعمل الروتيشن وده كلام احنا بندرسه إن أنا ما يبقاش جوه مخي كمدرب عندي أولويات بالنسبة للماتشين اللي أنا داخل عليهم في وسط ضغط ماتشات أو التلعب ماتشات يعني المدرب مثلا بيبقى داخل على تلعب ماتشات مثلا خلاني نقول في عشر تيام بيبقى مش باصس تحت رجله أنا هعملين نهاردة بس لأ بيبقى آه عارف إن أنا الماتش ده هلعبه بالشكل الفلاني فدي اللعيبة اللي هتخدمني في الماتش ده أو اللي هتخدم اسلوب لعبي والماتش اللي بعدين اللي بعدينها بربعة ايام كذا إنت وإنت شغال ما ينفعش إن أنت تبقى جوه مخك أو حتى مع الكوتشينج سطاف بتاعتك بتاعك فريل عمل بتاعك الجهاز بتاعك أو اللعيبة يحسوا ولو بنسبة واحد في المية بأولوياتك كهيد كوتش يعني اللعيب لو حس من خلال كلامك كمدرب أو من خلال تشكيلك أو من خلال إبعادك لبعض الأسماء إن أنت داخل المرحلة دي بأولويات هتخسر كل حاجة هنا بتيجي خبرة كولر في أنه هو بيوصل رسالة ومسج للعيبته والناس اللي شغالها معاه إن أنا ما عنديش بطش سهل أنا ما عنديش أولويات كمدرب أنا عايز أكسب كله أنا عايز أخش أكسب للتحاد وعايز أروح نهاية أفريقي أكسب أكسب وعايز إن أنا في ماتش العودة أكسب أنا ما عنديش أولويات آه بدور ما بينكو كلعيبة لأن ده طبيعي لأن الرسالة بقى كده تحولت لإيه بالنسبة للعيبة أنا بكلمكم بقى كلعيب كورة وككوتش الرسالة توصل للعيبة بقى إيه باتجاه عارفين إيه اللي اتجاه اللي ساعتها توصل له الرسالة إن أنا عندي ثقة في المجموعة كلها عندي ثقة في المجموعة كلها إنما تبدأ ماتشاط بخمسة ستة لعيبة أساسيين بتبعدهم بحجة إن أنت عندك ماتش بعد ست أيام ده أنا ما شفتوش في الروتاشن وما شفتوش في الفرق في الفرق الكبيرة ولا المدربين اللي بيديروا الفرق الكبيرة مع احترامي إنما كولر أنا أعد اختلف معايا في النهار ده كان ممكن يبدأ كذا بتاع المدرب أفكار المدرب أفكار وهتلاقوني أنا يمكن ممكن أكون هتلاقوني مقدم البرامج الوحيد اللي مقدرش أقصه بشكل كبير على المدربين ليه ليه لأن أنا اشتغلت الشغلانة وعارفها وعارف إن المدرب هو الحلقة الأضعف وإن المدرب بيبقى مظلوم في مواقف كتير وإن هو يعني بيبقى كبش في ده لأخطاء أخطاء كل الناس اللي شغالوا في المنظومة اللي هو بيشتغل فيها المدرب المدرب لكن فيه أساسيات فيه أساسيات ما أنا مخشش أعمل كل حاجة غلط أتوقع أنه نكسب فيه أساسيات في الكورة النهاردة إيه هي قوة كولر؟ إيه هي قوة كولر؟ في رأيي إنه هو راجل كلاسيك يعني إيه كلاسيك؟ يعني السوابت والمبادئ الأساسية في علم التدريب بيعملها صح راجل في رأيي عنده ميزة مهمة جدا وهنا أنا أبتكلمش على مكسب مباراة أنا أبكلمكو تقييم تحليل فني لمدرب عنده ميكس كويس جدا ما بين إنه هو راجل أكاديميكل يعني إيه يا راجل أكاديميكل يعني راجل بتعورق أو قلم بتاع الوحدة التدريبية الدوز بتاعها سبعة من عشرة فبالتالي هعمل التسخين لمدة 12 دقيقة بعد كده أخش على لمدة 8 دقيقة راجل إيه أكاديميكل لو عندي مباراة واحدة فقط في الإسبوع التحضير بتاعي للمباراة بقى كذا هشتغل ريكوفري وهشتغل بعد كده مع الناس اللي ما لعبتش وبعد كده هادي يوم راحة للجميع أكاديميكل كولر لكن في نفس الوقت عنده صياعة لعبت الكورة وأنا أحب المدرب ده أحب المدرب اللي عنده البلانس اللي هو راجل دارس وراجل اللي عنده خبرات وتعامل كذا وراجل جد ميزة كولر إنه هو جد بيخذر مع الناس كلها كان عنده شخصية متوازنة خلي بالكو كولر لما اتبعوا تاريخه كلاعب هو راجل لعب في نادي واحد طول عمره كابتن الفرقة من هو عنده 24 سنة عارفين الناس دي اللي هي دونجا بتاع البرازيل راجل سيريس ما بيهزرش لأي من مرسيت ارتكازه على الدايرة بيقطع قوي بيلعب على قد إمكانياته الشخصية دي واخدها هو كمدرب هنختلف معاه بعض القرارات طبيعي والناس هتختلف فكان انا في رأيي ان هو مدرب جاي جدا لا يلعب لا يلعب او لا يعبس بالاساسيات